صلاة اليوم الأخير من شهر ذي الحجة اليوم الأخير من السنة الهجرية صلاة ركعتين صلاة سهلة ولكن أثرها عظيم جدا الصلاة عبارة عن ركعتين في الركعة الأولى يقرأ الإنسان سورة الفاتحة سورة الحمد وبعدها يقرأ عشر مرات سورة التوحيد وعشر مرات آية الكرسي والركعة الثانية نفس الشيء بالضبط أيضا يقرأ سورة الفاتحة مرة واحدة وبعدها يقرأ سورة التوحيد عشر مرات وآية الكرسي عشر مرات وبعد ما يفرغ من الصلاة بعد الفراغ من الركعتين يقرأ هذا الدعاء القصير يقول اللهم ما عملت في هذه السنة من عمل نهيتني عنه ولم ترضه ونسيته ولم تنسه ودعوتني إلى التوبة بعد اجتراء عليك اللهم فإني أستغفرك منه فاغفر لي وما عملت من عمل يقربني إليك فاغبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم في الرواية فإذا قلت هذا قال الشيطان يا ويلي ما تعبت فيه هذه السنة هدمه أجمع بهذه الكلمات هذه الكلمات وهذه الدعوات أنت تهدم فيها ذنوب السنة الماضية بأكملها وشهدت له السنة الماضية أنه قد ختمها بخير قد ختمها بخير يعني هذه الصلاة أخواني أخواتي من موجبات المغفرة من أسباب التوبة الإلهية بالنتيجة التوبة قد تقبل وقد لا تقبل وأكو أسباب للتوبة وأكو أشياء تخرب التوبة هذه الصلاة تسبب وتؤدي إلى التوبة إن شاء الله عبارة عن ركعتين وأكو مجال من بداية اليوم يعني من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى الغروب إلى غروب الشمس الواحد يقدر يصليها في خلال هذه الفترة الزمنية اشتركوا في القناة